نظريات مؤامرة، هجمات، وباء كوفيد-19 مواضيع تتداول تحتها أخبار كاذبة كثيرة في العراق لسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تسبب توترا في بلد عرف عقودا من الحروب والأزمات لذا برزت الحاجة إلى تفنيدها أمام عدد من الشاشات يتابع موظفون في قسم الرصد في دائرة الإعلام في وزارة الداخلية الكم الهائلة من الأخبار اليومية التي تبث على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي مهمة هؤلاء التعرف على الأخبار المشكوك بأمرها ونقلها إلى قسم الشائعات في الدائرة الذي ينسق بدوره مع الجهة الرسمية المعنية بالخبر المنشور لنفيها أو تأكيدها خلال هذه الفترة أنه بالعمل على عدة محاور من ضمنها المحور الالتقاء المباشر المحور الميداني حالياً مفارزنا منتشرة في أموم المحافظة بغداد وأيضاً في المحافظات أن المفارز الساندة لهذا القسم من خلال التقاء المباشر بالمواطن وتثقيفه بخطورة هذه الشائعة وكيفية التوصل إلى المعلومة الصحيحة ينشر القسم بدوره بيانات النفي أو التأكيد عبر صفحته على فيسبوك التي يتابعها فقط نحو 35 ألف شخص من بين 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وللمفارقة يشكل فيسبوك المصدر الرئيسي للأخبار الزائفة في العراق وتحتاج عملية مكافحة الشائعات إلى آليات أكثر تعقيداً كالتعاون مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي وثمت مشروع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية في أروقة البرلمان يشمل الشائعات والأخبار الكاذبة إلا أنه يثير جدلاً وقد يقود الحق في حرية التعبير في العراق وفق منظمة Human Rights Watch